السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف الحال شبه وشتكونوا بخير وارجعت لكم اليوم بحلقة جديدة من سلسلة أدوار المحركات وعننا لهذه الحلقة مباراة رهيبة جدا اللعبت بين ألف زيرو وستوكفش ألف زيرو بالأبيض وبلش بنقلة الإي فور القيم هذا اللعب بالألف وثمانتعش بإنجلثرا لندن إي فايف من ستوكفش نات أفترين نات سي سي سيكس والبشب على السي فور ماهنا الافتتاح الإيطالي بشوب على السي فايف ضارب على جندي الافتو وهون من أمتع اللاينات اللي أنت ممكن تلعبها ضد البيشوب سي فايف الإفنز قامبت وهون ألف زيرو فاث بلاين الإفنز قامبت لين جدا جميل بصراحة وتفريع جدا جميل تفريع أنت بالضحيفة بجندي جندي البي فور لاكب المقابل بيكون عندك سيطرة على الوسط وبتحبوا أنه أنا أشرح هذا التفريع فخلونا نوصل هذا المقطع على خمسمية لايك ونشرح لكون إياه بفيديو مفصل بيشوب تيكس على البي فور من ستوكفش سي ثري أعطيني الفيل بيشوب على ال افايف و دي فور وبعده الوضع الأسود بيكون عنده خيارين يا أنه يأكل اي تيكس دي فور يا أنه يلعب دي سيكس هلا هون ستوكفش لعب دي سيكس لأنه اي تيكس دي فور لاين فيه كومتليكيشنز كثير أو فيه خلاني حكي تعقيدات أنا بكمل بكوين بي ثري يضغط على ال اف سبن و رح تعاني يعني رح تعاني ما رح تعرف شون حتدافع لو جيت كوين اف سيكس فرح يجي بيشوب جي فايف رح تم أكسب عليه قوات وممكن حتى يجي بيشوب اي ثري و رح تبطل عارف تبيت اللين خطير كثير على الاسود فهو ما فضل انه يأكل على ال دي فور واجه دي سيكس حامي ال اي فايف اي كوين على ال بي ثري طالب جندي ال اف سبن كوين على ال دي سبن حامي وبعد نايت بي على ال دي تو هلأ هون بلش الكمبيوترات هلأ بلش الكمبيوترات يلعبوا لحالهم لانه اول كم نقلة بيكونوا جايبين اخصائيين يعني يختاروا النقلات الاولى لانه لو انت خليت الكمبيوترات يبلشوا على طول لحالهم هيعيدوا نفس الجيم فعشان هيك دائما بيغيروا لهم الافتتاحيات او التفريعات فبعد نايت بي دي تو هلأ هون استوكفش بلش يلعب من نفسه ويجي بيشوب على ال بي سكس ضغط على ال دي فور تبيت قصير بعد الوضع لو انت اكلت على ال دي فور فممكن انه احنا نفوت بهذا اللاين اللي بالاخر يمكن ما يكونوا منيح للأسود لانه انا رح يجينات افتري واكسب وقت على الفيل تابعك انا ضغط على ال بي سبن مما يعني انه الفيل هذا رح يتأخر بالانتشار ضغط على ال اف سبن ممكن ايجي بيشوب اي ثري او بيشوب بي تو حتى والفيل يكون مهاجم والفكرة انه بعد انا اوكي بعد روك بي وان انا بدي اخترض ان انت بدي اكتش جينات اف سيكس رح يجينات اف تري بعد بيشوب بي سيكس رح يلعب اي فايف وراح يفتح الوضع السريع دي تيكس نايت تيكس طالب الوزير وطالب ال اف سبن هذا الوضع خطير وبتوقع انه الاسود ما يعني ما حد رح يفضل انه هون يكون اسود لانه الدفاع صعب فبعد التبيت القصير ما اكل على ال دي فور ستوك فيش ويجينات على ال اي فايف بحاول ياخد الفيل كوين على السي 2 اي تيكس دي فور سي تيكس دي فور ونايت على ال اي سابن روك على ال اي وان بحاول انه انا اسنتر القلعة تبيض قصير وبشوب على ال اف وان سحب الفيل تابعه يعني طول ما انه انا بغضر اخلي ميزة الفيلين او اخلي الفيلين عندي فبخليه هلا ليش الفا زيرو او ستوك فيش ما اخد الفيل هذا اللي هون لو اخدته انا باي لقطة يعني هون مثل اخرج على وراه بعد كوين سي 2 لو اخدته ممكن لحصاته باي تطور والفيل هذا يفتح له فبصر عندي رابد ديبلوبمنت او انتشار سريع فعجب اتوقع هذا هو كان السبب اللي خلستوك فيش ما ياخد الفيل كوين على ال دي ات بهذا الوضع بدي انتشر بالفيل حقتي بشوب على ال اي 3 الفيل هذا هون رهيب جدا ونايت على ال جي سيكس دي فايف باخد لي شوية مساحة بالوسط روك على ال اي ات بحاول انه انا اضغط على ال افور واسنتر القلعة وبشوب بيفور بشوب بيفور من نقلات اللي ما بدي حكي صاحب شرحة بس ثلاثة يبين معنا ليش بشوب بيفور ان لعبت من الف زيرو هلا بهذا الوضع احد اهم القطاع اللي لازم الاسود يخلي باله منه الحصان الحصان هون مايلو اي مكان يجي عليه وانا ممكن ابلش ازيد ضغط عليه فالاسود هون لازم يكون حذر روك على ال بي ات عشان هو يكون حامي ال بي سفن روك اي دي وون وبهذا الوضع ممكن انه اللاعب الابيض مثلا بهذا الوضع يجي كوين اي فايف او كوين اي فور عسف عساس انه طالب الحصان ممكن انه يجي كوين اي فور بس الاسود عنده سي سكس وهيك هو بيكون حامل الحصان وخلص يعني اذا اكلت بيرجع بالحصان تابعه والامور طيبة فروك اي دي وان سي سكس بهذا الوضع وكوين على ال بي تو و سي فايف وبيشوب سي ثري وهلأ وضعت معنا الفكرة من بيشوب بي فور الفكرة من بيشوب بي فور انه بديجي بيشوب سي ثري مع كوين بي تو ويحاول يضغط على جندي الجي سابن فالوضع اللي تصار عنه هلأ بيشوب سي ثري الطالب جندي الجي سابن اف سكس حامي و اي فور وممكن انه انا ايجي بيشوب بي فايف النقلة جاي الحصان ممتاز او الجندي هلا معطي حماية لخانة البي فايف بيشوب على سي سابن كوين على ال a2 روك على ال a7 وهدج ثري بيشوب على ال d7 طالب يلفيل تبعي روك على ال a1 بحمي هاد الباشا وعد ايجي بالقلعها على ال b1 كينغ على ال h8 وهلك h2 والأفكرة الh2 شوي غريبة وصعب علي انه اشرحها أو مستحيل عارف اشرحها اصلا بيشوب على ال b6 روك a على ال b1 كينغ على ال g8 وهناته افتري الاجيشه غريبة يعني بتشوف انت عند الكمبيوترات انه هيك يمكن يحركوا نقلات لسبب مجهول وهي الشغلة يعني بصراحة ممكن تحكي عنه غبية أو غباء بالكمبيوترات انه يمكن يلعبوا شغلات ما إلا تفسير أو ممكن يفوتوا انت جيم وتعادله بس ما يرضوا يتعادله كل واحد يفكر انه وضع مكسب فهي النقلات يعني ممكن تحكي انه بس حبارة عن لسه عم يفكر لسه ما لقى نقلة بس عم يكرر نقلات فهناية F3 بيشوب على ال E8 كينغ على ال H2 بيشوب على SC7 وروك على ال B2 هلا بصراحة من نسبي لي يعني عارف انه هالفكرة يعني ليش أصلاً الفزيرو اجي من البداية روك A1 خلص خليه يجي روك B1 وبعد هيك يجي روك B2 هو اجي روك A1 بعد هيك روك B1 بعد هيك روك B2 فضيع نقلة ويشغل بصراحة صعب انه احنا نفهمها يعني شو سبب هاي الظاهرة اولي السبب شو السبب اللي بيخلي الفزيرو يضيع نقلات هيك ويضيع نقلة بينات H2 نات 3 المهم روك على A8 روك على A1 بيشوب على D7 وكوين على B1 كل الطرفين عم يحاول انه يعمله شوية مناورات يصبط القطع تابعه بيشوب C8 ونايت على الجي 1 ممكن انه يجي نات E2 ممكن انه نالعب F4 كوين F8 ونايت E2 F5 واخيرا انفتح الوضع نات على الجي 3 بحميل E4 F4 طالب الاحصان ونايت على F5 طالب القلعة وضغط على الجي 7 بيشوب تيكس F5 اي تيكس على F5 نايت على E5 اللي حصان ممتاز جدا صار على E5 ونايت F3 مهلا الوضع لانه انت قررت قررت تكسر فعمول الجي بين فتح وانا ممكن ايجي بيشوب D3 كوين C2 روك G1 وممكن انه اضغط على الجي 7 وهالشي يعني يعطيني فرص هجومية كتر رهيبة حتى F6 ممكن تكون رهيبة يعني مع بيشوب D3 وكوين C2 فبهذا الوضع بعد نايت F3 ما بتقدر تأكل كمل هو هون كوين F6 كوين على C2 وبي 6 عشان يرجع بالحصان تبعه على البي 7 ويحاول يرجع على الجيم روك على ال E1 روك على ال F8 كوين على ال D1 ممكن ايجي هلأ روك على ال D2 روك على ال D7 بيشوب على البي 5 طالب القلعة روك على ال D8 وروك على ال C2 وكوين تيكس F5 هلأ روك على ال E2 طبعا يا اخوان شوفوا انا انا يعني مثلي مثلكم ما فهم شو السبب اللي بيخليني انا ايجي روك C2 بعد هيك روك E2 فهي شغلة احنا ما نستوعبه بصراحة انه خلص من بداية على ال Rook E2 فبهذا ال Game وباسلوب لعب Alpha Zero فكتير شغلات يعني ما عارف انا شو سببه نايت على ال B7 بيشوب على ال A6 طالب الحصان نايت على ال A5 رجع كما مرة روك على ال E4 الفكرة انه انا بحاول اضغط على هذا الباشا وكمان في فكرة انه انا ايجي بشب D3 ويكون الفيل بوجه الوزير ال Queen على ال F6 بيشوب على ال B5 نايت على ال B7 بيشوب على ال C4 نايت على ال A5 طالب الفيل بيشوب على ال A2 رجع ممكن ايجي هلأ بيشوب على ال B1 King على ال H8 وبيشوب على ال B1 فعلا روك على ال E8 King على ال G1 King على ال G8 واجفور ممكن ايجي نات G5 وابلش اضغط على ال H7 C4 نايت على ال G5 هلا هون انا احتى دي داتي يمكن ان انا ايجي نات X H7 بعد هيك اكل هون ويكون في كشف فه G6 بحض من نشاط الفيل ال على ال B1 نايت على ال E6 نوعا ما فورك والحصان هون مزعج ف روك تيكس E6 مضحي ب قطعة مقابل قلعة او مضحي بقطعة مقابل القطعة وجندي DTX E6 Queen TX على ال E6 وبشوب على ال E2 ضغط على C4 King G7 و Queen E2 روك F6 وهون تكتيك جدا رهيب من AlphaZero فهذا الوضع AlphaZero استخدم قانون الربط بطريقة عجيبة جدا أكل بشوب تيكس على C4 الفكرة انه انت ما بتقدر تاكل هون لانه بتخسر وزيرك جبالي تاكل بالحصان الثاني وبهذا الوضع Queen TX على C4 الفكرة انت ما غادر تاكل هون لانه تخسر وزيرك اجباري تاكل بالوزير وبعد روك تيك C4 ناد تيك C4 كشو من ال E7 ايجا كينغ على الفيت اكل القلعة استرجع القلعة اللي كان مضحي فيه قبل شوي وحامل القلعة هاي وانا في هذا الوضع طالب الفيل تبعك وطالب ال S7 ووضع يعني تدميري للعب الابيض بشوب على D8 روك E4 طالب الحصان اخذ فيني انا ااخذ حصانك ناد دي 2 طالب القلعة اكل روك تيكس F4 اخذنا شندي وحمينا الفيل مشب تيكس F6 روك تيكس F6 كينغ E7 روك F4 بهذا الوضع الابيض عنده اربع جنود والاسود عنده خمس جنود ناد P3 كينغ F1 ناد C5 اج فايف طبعا اج فايف هدفه انه اضعف لك البيادق باكبر قدر ممكن يا الله على الكلجات كلجات A5 كينغ E2 ناد E6 روك C4 لانه القلعة هون كانت مطلوبة ناد C5 كينغ E3 منطورنا لك كينغ E6 روك G4 الجي سكس مطلوب كينغ F7 حامي روك D4 طالب D6 كينغ E6 أج 6 كينغ E7 F4 نايت E6 روك D2 ناد C5 روك A2 نايت D7 روك على البيتو كينغ F6 روك B5 وبهذا الوضع استسلم اللاعب الأبيض او الأسود عفوا اللي هو 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 لأنه الاحصان هون ما بيتحرك لأنه هذا الباشا بيسقط الملك ما بيتحرك أنا نقلتي جا رح تكون كينغ E4 كينغ على الدي 5 كينغ هون أكل هون أو أكل هون وخلص يعني لأنه كل قطع عندك ما بتتحرك وأنا وضعي أفضل بس رح أقدم الملك وأكسب فهذا أنا كان كل شيء عندي على هذه الحلقة فكتر نقلات يعني عجيبة بصراحة ونقلات غريبة بتمنى تكونوا استمتعتوا لو أي حدا عنده أي اقتراح لمباراة لبطولة أو فكرة فكرة فيديو ياريت أنه يبعت لي لأنه إحنا يعني خلص نفدنا من الأفكار فأخواني بعثوا لي شو رأيكم بهذه الحلقة وشو بتحبوا ننزل في الحلقات القادمة ونشوفكم إن شاء الله بفيديو آخر وبحلقات أخرى إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا سبحانكم ومحمدك أشهدوا أن لا إله إلا أنت واستغفرك وأتوب إليك إلى اللقاء جميعا